بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع صنع الجزر سنستخدم اليوم كما قلت لكم خامة جديدة مختلفة عن الحصة الماضية حيث في الحصة الماضية تعلمنا كيف نصنع الجزر من خلال استخدام قماش الجوخ اليوم سنستخدم عجينة الصلصال لذلك سيكون درسنا صنع الجزر بعجينة الصلصال رقم واحد كما عودناكم في البداية لابد أن نذكر بأداب الدراسة عن بعد التي يجب أن نتبعها أثناء الحصة وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي حيث نلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة التي يجب أن تتبعها أثناء الحصة أما الصورة التي باللون الأحمر تعتبر جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة لأنها تؤذي عامودك الفقري أيضا من آداب الدراسة عن بعد أني أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح وأكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي العمل بطريقة صحيحة مع المعلمة أتبع التعليمات بالتسلسل المقصود بالتسلسل الترتيب أو التدرج حيث عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى وتنتهي من شرحها أبدأ بالتنفيذ للخطوة الأولى وعندما أنتهي أنتظر المعلمة حتى تنتقل للخطوة الثانية ثم تبدأ بشرحها بعد ذلك أبدأ بعملية التنفيذ للخطوة الثانية بالترتيب أيضا مهم جدا أني أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة في بعض الخطوات التي تصعب عليك أطلب مساعدة ولي أمرك الذي يجلس بجانبك سواء كانت الأم أو الأب أو أحد الإخوة في الأخير دائما نحرص على نظافة المكان والملابس حيث عندما أنتهي لابد من تنظيف الطاولة التي استخدمتها أثناء النشاط الفني وعيد الأدوات إلى مكانها الصحيح وتخلص من الأدوات المستهلكة التي لم أعد بحاجة لها وأرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف هذا بالنسبة للأدابة الدراسة عن بعد الآن نأتي لدرس اليوم اليوم بإذن الله سننتعلم صن الجزر باستخدام أجينة الصلصال كما قلنا سابقا في بداية الحصة في الحصة الماضية استخدمنا اللي هو قماش الجوخ اليوم سنستخدم أجينة الصلصال لصن أيضا الجزر إذن هدفنا الآن أن يصنع الطالب والطالب الجزر بأجينة الصلصال عندنا هي الأهداف القصيرة أن يعدد الطالب أنواع الخضروات ثم يذكر الطالب والطالبة فوائد الخضروات على جسم الإنسان أما الهدف رقم ثلاثة أن يذكر الطالب والطالبة معنى أجينة الصلصال الهدف رقم أربعة يعدد الطالب والطالبة الأدوات التي سنحتاجها لصنع الجزر الهدف خمسة والأخير وهو أن يطبق الطالب والطالبة نشاط صنع الجزر بعجينة الصلصة طيب الآن موجود على الشاشة مجموعة من أنواع الخضروات التي تعرفنا عليها في الحصة الماضية طبعا هذه فقط بعض الأمثلة لكن هناك أنواع أخرى غير الموجودة على الشاشة أولا عندي الخس أيضا هنا رقم اثنان الطماطم ثلاثة الخيار أربعة الجزر إذن هذه بعض أنواع الخضروات اليوم بإذن الله سنقوم بصنع الجزر بعجينة الصلصة طيب ما هي فوائد الخضروات على الجسم الإنسان؟ أيضا تعرفنا على ذلك في الحصة الماضية عندما قمنا بصنع الجزر بقماش الجوخ وقلنا أن الخضروات مهمة جدا لصحة الإنسان والوقاية من الأمراض وصحة أسنانا الصحة بشكل عام لذلك لا بد أن نحرص أن تكون الخضروات جزء من وجباتنا الثلاثة سواء كانت الفطور أو الغداء أو العشاء حاول واحرص أن تكون هذه الوجبات يوجد بها بعض أنواع الخضروات للمحافظة على صحتك وسلامة جسمك طيب نأتي الآن لأجينة الصلصال تعرفنا عليها سابقا في الحصص الماضية وقلنا أنها ماذا؟ أجينة أحسن تنطرية لأنها تتشكل بمجرد الضغط عليها تتشكل بالشكل الذي أريد وتحتوي على أيضا ألوان مختلفة تكون جاهزة لشرائهم من مكتبات أو يتم استخدامها في تصميم أشكال مختلفة مثل الأشكال المعروضة على الشاشة مثل المشاعر، شكل الشمس، بالونات، عقود عنب، وردة، فراشة وغيرها من الأشياء الأخرى التي مثلناها باستخدام أجينة الصلصال طبعا هي تعتبر تمرين مهم جدا لتقوية عضلات اليدين والأصابع لأنني مجرد أني أضغط عليها أحرك عضلات يديني وأصابعي هذه تعتبر تمرين مهم جدا طيب ما هي الأدوات اللي راح أحتاج لها عشان أصنع الجزر باستخدام هذه الأجينة؟ ما لابد أن يكون عندي الصلصال لابد أن يكون عندي قطعة بلاستيكية حتى أستطيع أن أعجن عليها أيضا فرادة خشبية أو بلاستيكية، قلم وقطعة بلاستيك كل هذه الأدوات نحتاجها لتشكيل الجزر بعجينة الصلصال طيب نأتي الآن للتطبيق العملي لصنع الجزر بعجينة الصلصال لاحظوا في البداية أولا نعمل مثل الكرة طبعا نختار اللون البرتقالي اللي هو لون الجزر ثم نبدأ تمثيله بهذه الطريقة بشكل طولي ونستمر نضغط عليها حتى تتكون عندي أجينة الصلصال بطريقة طولية بحيث يكون الحجم الأعلى أكبر من الأسفل لاحظوا الأسفل نحيط أما عندي في الأعلى يكون عريض ثم أبدأ باستخدام أجينة الصلصال باللون الأخضر لتمثيل أوراق الجزر الموجودة في الأعلى بهذه الطريقة أكون مثلت الجزر باستخدام أجينة الصلصال عملت نموذج مسبقا قبل الحصة للجزر باستخدام أجينة الصلصال استخدمت فيه اللون البرتقالي واللون الأخضر لتمثيل الأوراق وأيضا مثلناه في الحصة الماضية باستخدام قماش الجوخ الآن سنبدأ بعملية التنفيذ لصنع الصلصال مثل ما فعلنا الآن في هذا النموذج لاحظوا الجزر الأعلى عريض الجزر الأسفل نحيف ووضعنا الأجين الأخضر في الأعلى لتمثيل شكل الأوراق طيب الآن راح نستخدم نفس الطريقة العجين ورح نختار اللونين اللي هو الأخضر والبرتقالي الأخضر والبرتقالي طيب خلونا نبدأ أولا باللون البرتقالي وأبدأ أعجن العجينة وأكورها بيدي بهذه الطريقة أو أني أستخدم القطعة الموجودة في الأسفل طيب أحاول أضغط عساس تكون القطعة ثابتة ومتماسكة بعدها أبدأ أحاول أضغط بيدي بهذه الطريقة حتى أمثله بشكل طولي بشكل طولي لاحظوا الآن أو أني أحرك للأمام والخلف بهذه الطريقة حتى يتمثل عندي بشكل طولي لاحظوا الآن تغير من دائرة أصبح عندي بشكل طولي وأبدأ أحرك لا بد أن يكون الجزء الأعلى أعرض من الجزء الموجود بالأسفل لذلك أحرص على تحريك الجزء الأسفل أكثر تقريبا الآن بدأ يتكون لي شكل الجزء لاحظوا الجزء اللي في الأعلى أريض الجزء في الأسفل نحيف الآن أستخدم اللي هو الأجين اللي باللون الأخضر أخذ قطعة فقط حتى أمثل شكل الأوراق وأبدأ أدعكها حتى تتكون أندي بشكل طولي وبعدين أبدأ أقصها ثلاث قطع حتى تمثل شكل الورق حركها للأمام والخل طيب الآن نحضر قطع البلاستيك وأقطع ثلاثة قطع وأبدأ بتثبيتها من وين؟ من الأعلى هذا القطعة الأولى حاول أمثلها مثل شكل الورق القطعة الثانية وحاول بيدي أضغط عليها حتى أتأكد من ثباتها وأمثلها في النهاية بشكل الورق هذا هو درسنا لليوم مثلنا في الجزر بعجينة الصلصال أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة في المنزل من خلال استخدام أجينة الصلصال لتمثيل أو صنع الشكل الجزر باستخدام اللون البرتقالي واللون الأخضر وتدريب الطالب من خلال تقديم المساعدة التي يحتاجها ابنك وابنتك أيضا مهم جدا وهي عملية النمذجة بحيث أنك تؤدي العمل أمام الطالب حتى يعرف ما هو مطلوب منه ويؤدي العمل بطريقة صحيحة بعدك أيضا مهم جدا وهي تقديم عبارات التحفيز والثناء وتغذية الراجعة للطالب كانت معكم المعلمة أمري تمامي بإذن الله أراكم بحصة القادمة مع السلامة